ترجمة نانسي قنقر وصوت ينبغي أن يكون عاليا برفض المساس بالأمن الوطنية وقال سموه لقد وهب الله البحرين شعبا من خيرة الشعوب يقدم مصلحة وطنه على كل أمر ودونه فشلت كل محاولات التفرقة والشواهد على ذلك يحكيها التاريخ الوطني ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أهمية العمل في دفع التعاون المؤسسي لتعزيز حيوية الاقتصاد وضمان استمراريته إسناد للمسار التنموية مؤكدا سموه بأن التحديات الاقتصادية التي يفرضها الواقع الاقتصادي والسياسي والأمني في المنطقة أو العالم تتطلب إسهام كل جهد وطني لتجاوزها وتخفيف حدة أخطارها على اقتصادنا الوطني وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقاء سموه بعدد من المسؤولين بقصر الإقضابية إلى جملة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالشأن الإقليمي والدولي وما يشهده العالم من تطورات متسارعة تلقي بظلالها على المنطقة ما يستدعي معه زيادة أفاق التعاون والتنسيق على كافة المستويات والأصعد لتجاوزها وأكد سموه في هذا الصدد بأن الإرهاب سلسلة متصلة الحلقات يبدأ في منطقة ويمتد ما لم يكن هناك تحركا فعليا على المستوى الدولي لمحاصرته والقضاء عليه على نطاق الفكر والإسناد والتمويل وأكد صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء بأن هناك من يرى في الفوضى في بعض الدول خدمة لمخططاته وأهدافه ويجب الحذر كل الحذر فالمنطقة مستهدفة في أمنها والاستقرارها وما لم تتحد الدول على كلمة سواء وعلى هدف واحد فأن أفق المستقبل لا يبشر بالخير سواء على صعيد الاستقرار أو ما يتعلق بالتنمية ترجمة نانسي قنقر